اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزينين تكونوا غاية تكونوا ملاح رب يحفظكم ونجيكم يا رب إن شاء الله بحول الله وقوتي غد نحط واحد صغر بانية بالحرمل للتحصين البيوت من أضرار عاشورة الناس اللي عندهم مشاكل أو تخافوا من السحر في عاشورة أو الناس اللي عندهم تجديد الأسحار في عاشورة اليوم غادي نعطيكم الصيغة ديال الحرمل اللي غادي تشريوا إن شاء الله كمية ميتين وخمسين جرام ديال الحرمل خودوه أم عاشورة وخدموه به قرأوا عليه الوقت اللي توصل أيام عاشورة غادي إن شاء الله تبقوا تتلقوه ما بين الصبح حتى الظهر والعصر هذوما الأوقات ديال أنكم تخدموا به ولكن أتقرأوا عليه هو واحد القراءة اللي غادي تعطيكم تحصينات في البيت هو صالح الحرمل صالح علاجي للعين الحاقدة طرد السحر بقوة طرد التابعة المنافع دياله كتير بزاف الحرمل بعد الناس كان اللي داروه كانوا بدون عمل ربي صخر لهم كان الناس اللي ما كانوش مجوجين وربي صخر لهم لأن بعض الأحيان تكون تعطيل الأحوال غير من العين والحسد ما تكون لا سحر لا تحاجة ولكن في عاشورة اللي تخاف من التجديد التجديد هو أن الناس تلحوا أسحار أو تدير لك في هذا الوقت ديال عاشورة باش يبقى الإنسان مريض طول العام يبقى طول العام هو تتفرج فيك هو أنك تتحس بأنك مقدر تدير تحاجة ولكن هو تكون تجديد السحر تيمشي وعند مشعودين يديروا أسحار ويلوحهم وقت عاشورة إذن أول حاجة من بعد ما غادي نجيب الحرمل غادي نمسحه لأنه بعد الأحيان تكون فيه الغبرة أو نغرب له ونحيد منه هذا الطراب دياله وغادي إن شاء الله نقرأ عليه هذه القراءة بحول الله وقوته غادي نبدو بالفاتحة ديما الفاتحة أي صيغة نبدوها بالفاتحة والصلاة على الحبيب لأن هذا الصيغ تطلبه أنك ديما تتحي باب الخير بالفاتحة لأن الفاتحة هي رقية شرعية غادي نقرأ الفاتحة سبع مرات وغادي نقرأ صورة الفلق 11 مرة وصورة الناس 11 مرة صورة الإخلاص 11 مرة وغادي نقرأ 21 مرة صورة الزلزلة صورة الزلزلة 21 مرة وآية الكرسي 21 مرة سبحان الله هذه آية الكرسي تبطل القديم الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى وغادي نقرأ آية الإبطال إنما صنعوا كيدوا ساحر ولا يفلحوا الساحر حيث أتى بعد ما نقول أعود بالله من الشيطان الرجيم إنما صنعوا كيدوا ساحر ولا يفلحوا الساحر حيث أتى إذن وغادي نضيف آية أخرى لآية الثانية هي قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله ليسلحوا عمل المفسدين غادي إن شاء الله نقرأهم سبع مرات هذه الآية كل آية نقرأها سبع مرات وغادي إن شاء الله نقرأ سبع مرات أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق أتقروا سبع مرات وإن شاء الله للتحصيل بإذن الله وغلق نقرأ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السماء العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم سبع مرات أو ثلاثة أنتم في الاختيار إذن قرأهم كتحصين عالى الحرمل ولكن هات الصغار خطيرة جدا لأبطال جميع الأسعار حاولوا أنكم تلقوهما بين الفجر والدهر والعصر ويبقى ساعة للمغرب ساعة ونتلقوه ما نتلقوهش مع المغرب إذن هذو الأوقات اللي خاصكم تلقوه يطرد لكم الله قاعد الأسعار توابع إذا كانوا جالسين في الدار بدون عمل أو البنت اللي بغد تزوج كل شي تبخر نديروا واحد المجمر صغير وغادي نبقوا نبخره نبخره على الأقل ثلاث مرات في في الأسبوع لوقت عاشرة غادي نبخر كل يوم مع الصبح أو الظهر أو العصر لأن هذو الأوقات هما للتبخير الحرمل لأن الحرمل رائع لأن الحرمل هو سبحان الله يقرأ على نفسه الحرمل كل حبة موكلة بملك الحرمل تنقوله نحن في المغرب شريف إذا كان الطفل يا الله مزيود تيبخروه بالحرمل كان إنسان معيون تدرولي الحرمل رائع رائع وأكثر من رائع بحلوح السنوج حب السوداء أو السنوج رائعين في التبخير الناس اللي الناس اللي ما تيبغوش تبخير تيوضعو جوج معالق على الماء ساخن ويخليه حتى يطلق ويصفيه يصفيه ويلحو المكونات اللي خوع لهم الماء ساخن يلحوهم في مكان عاشب ياخدو غير هذك المحلول دي الحرمل وغادي يضيفوه إلى السطل الماء غادي تدخلي لغرفة ديالك وتخوي عليك هذك الماء وتجمعي هذك الماء وتلوحيه في مكان عاشب مهم تغتسلي به ولو تبقى به هذك الماء والحرمل يوم كامل ومن بعد غسليه وقت ما بغيتي تعاودي تشلي منه تشلي ولكن الحرمل رائع اما في التبخير واما في الغسل المهم انسان يدير ابطل اسحار اللي عنده او عوارد ديالاسحار او الانسان اللي عنده مشاكل مع شخص معين وخيف منه يدير هالصغر بعد النساء لانه تيخافوا من هذك الساحر او الساحرة باش انك يطاكي او انك تحسني نفسك بكلام الله وبالقرآن الكريم ما غدي تلتجي لتشي حاجة اللي فيها حرام او فيها شركيات او فيها اللي حاجة غدي تعطيك طاقة النحس او طاقة الشياطين يدخلوا لجسد ديالك اما القرآن الكريم غدي يعطيك طاقة نورانية ويزيدك طاقة وخير وبركة وعندك اجر الى قرية القرآن وانك استعنت بالخالق لان الله هو اللي عارف كل شي وبإذن الله غدي بطل السحر المعمول او السحر المتجدد او السحر اللي تيكون للتفريق بين الاسر بين المرأة وزوجها لابد ان الله سبحانه وتعالى تنصف المظلوم وينتقم من الظالم باي صيغة ربي غدي يعطيك الخير في هذه الصيغة ديالقرآن القرآن الكريم وكله شفاء وكله دواء من عند الله الله هو الشافي هو العافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر السقمة فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين الله هو اللي حافظ الله هو اللي تحفظ ندوم على هذه لخفنا من خفنا من واحد الشخص ندوم على هذه في التسبيح فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين كثير من هذا شيء ما كيش الله هو اللي تحفظ والله اللي ترحم وهو خير الراحمين هو اللي رحيم بالعباد إن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم فالله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين حاول أنني ندوم عليها عدد اللي بغيت 30 مرات 40 مرات سبعات المرات ولو نكون غادة خيفة من واحد المكان غادي ندوم عليها والله خير الحافظين وهو أرحم الراحمين ندوم عليها في التسبيح نقولها في الأذكار نقولها بحل أعود بكلمات الله التامة مش الرما خلق القراءة ديالها بغيت تكون ديما محصنة نقرأها 100 مرات كل ليلة أو 7 مرات في الصباح مهم تقرأوها باستمرار إذا أحبابي ما بقى ليما نقول لكم إلا الله يوفقكم وحاولوا أنكم تدروها تسياغ لأنهم رائعين وأكثر من رائعين تنتمنى أنكم تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته